اشتركوا في القناة 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 وهذا ما كان يفتي به شيخنا محمد العثيم الرحيم الله فإذا كانت الجهة هي التي وفرت لك هذا العطاء فلا حرج عليك في الانتفاع به لأنه في هذه الحال الحقيقة أنه ليش التامين محرم من شيخ مسعود السؤال لماذا قالوا بالتحريب التامين محرم قالوا لأنه عقد غرر أن تبذل مثلا 700 ريال على المثال ذكرت قد تفوز بعشرة ألاف لأن عندك عملية وقد ما تحتاج تمر السنة وانت أو الشهر وانت ما راجعتم راحة 700 راحة فلما كان هناك في العقد غرر حتى في تصنيف الكتب القانون الوضعي المعاصر يصنفونه ضمن عقود القمار العقود التي فيها غرر بين غنم وغرر لكن الغرر معلوم أنه ليس محرما في كل الأحوال بل هناك استثناءات ومن الاستثناءات قيام الحاجة فإذا قامت الحاجة يجوز عند ذلك الغرر إعمالا بأن الحاجة أن تحريم الغرر هو من المحرمات التي ورد فيها استثناءات كثيرة إذ أنه لا يمكن إعمال العموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وإلا لم صح عقد من العقود إذ أن العقود في مجملها تحتوي على جزء من الجهالة لكن هذه الجهالة إما أن تكون يسيرة فلا تؤثر وإما أن تكون مما تدعو إليه الحاجة فلا تؤثر والحديث بقية فيما يتعلق باستثناءات ما يحرم من الغرر فإذن أختنا نورة الآن بناء على هذا الكلام لو راحت وأمنت لها ذلك نعم إذا كانت محتاجة إذا هي محتاجة